اتنين دعوة قضائية لمنع الاعلانات في المسلسلات النهاردة قابلت الكاتب الكبير والسيناريست الكبير الأستاذ وحيد حامد وقعدنا شوية تكلم عن مسلسل الجماعة الجزء الثاني اللي هيبدأ تصويره قريبا وقال انه انتهى من كتابة الجزء الثاني ومسلسل الجماعة وبدأ يقولي عن اسماء الابطال اللي هيقوموا بالشخصيات لان الجزء الثاني هيكون اكثر اصارة نتيجة هم مرتبط بالوقت المعاصر فقال لي مثلا ان الاستاذ عبدالعزيز مخيون هيقوم بدور المرشد العام الثاني حسن الهضيبي وان الفنانة صابرين هتقوم بدور السيدة زينب الغزالي وان فيه فنان جديد هيقوم بدور سيد قطب فيه شبه كبير جدا من سيد قطب واتكلمنا ايضا في المشهد السياسي والاقتصادي في مصر الان انما المفاجأة الحقيقة ان الاستاذ وحيد حامد قال لي ان فيه دعوة قضائية تم رفعها بالفعل وفيه امل كبير جدا ان هم يكسبوا هذه الدعوة القضائية بمنع الاعلانات في المسلسلات كلنا دلوقتي بقينا نزهق من الاعلانات اللي في قلب المسلسلات يبقى المسلسل ماشي وانت مندمج في حلقات المسلسل وفجأة تلاقي قطع وتلاقي اعلانات لا علاقة له لا بالمشاهد اللي فاتت ولا المشاهد اللي بعد كده فالدعوة القضائية دي بتطالب وبحكم القانون وده اللي كان مدهش بنسبالي انه لا يجوز اطع اي مسلسل اثناء بس حلقاته ومن اجل ان انت توث اعلانات تجارية مين اللي رفع الدعوة القضائية اللي بيتبنها الكاتب الكبير الاستاذ وحيد حامد في اتحاد النقابات الفنية سواء السينمائية التمثيلية الموسيقية اتحاد النقابات الفنية مع جمعية مؤلفي وكتاب الدراما الجهتين دول اللي رفعين الدعوة القضائية طب هي الاساس القانوني اللي بناء عليه بيه وطالبه بوقف ازاعة الاعلانات في المسلسلات يعني ممنوع تلغي التتر الاولاني او الاخير او انك تقطع اي مسلسل في اي نقطة علشان تزيع اعلانات الاعلانات يا قبل الحلقة يا بعد الحلقة لكن الحلقة تتزيع بالكامل بدون اعلانات الاساس القانوني ان القانون بينص على ان المؤلف هو صاحب الحق الوحيد في مصنفه الفني ولا يجوز لاحد غيره ان يتدخل بالحزف او بالاضافة فبالتالي يعتبر انك لما تشيل تتر و تحط مكانه اعلانات او انك تقطع المسلسل وتضيف اعلانات تجارية دي اضافة وبالتالي لا يجوز انك تعمل ده بدون اذن المؤلف فهذه الاضافة مخالفة للقانون وبالتالي بتكسر مصاري المسلسل وتخرجوا عن اطاره وتلاقي موسيقى اخرى وموسيقى زعيقة واعلانات تجارية خارج سياق المسلسل وخارج اطار المسلسل بناء عليه الدعوة القضائية اللي مهمة جدا دي اللي ممكن تنجح في إلغاء الاعلانات من المسلسلات البعض هيقول ان الاعلانات هي المصدر الرئيسي لدخل المسلسلات ده موضوع كبير انما الموضوع الاكبر ان القوة النعمة في اي بلد في الدنيا لا تكون برعاية رقائق البطاطس ولا بعض المشروبات ولا شركات اتصالات القوة النعمة برعاية الدولة القوة النعمة هدفها الشعب وما ينفعش اعلانات تجارية موجهة بأي طريقة هي اللي تدير القوة النعمة للبلاد بي بي سي كلها في بريطانيا بدون اعلانات تلفزيون الفرنسي الحكومي بدون اعلانات محطات كثيرة جدا في أوروبا بدون اعلانات والمحطات اللي فاء اعلانات في حق المستهلك مؤكد في هذه الاعلانات لكن مش تجاي لخمس دقيقة مسلسل وربع ساعة اعلانات وترجح خمس دقائق تاني مسلسل وربع ساعة تاني اعلانات ده في عدم احترام بالمشاهد وانتهاك لحق المستهلك وخروج على التقاريد العامة اللي موجودة حول العالم وبالتالي أن يكون فيه وقفة في هذا الأمر هي وقفة شاملة مع القوة النعامة المصرية إنه من بين هذه الوقفات اللي هو منع الإعلانات داخل المسلسلات ويكون الإعلان قبل المسلسل أو بعد المسلسل وده أساس الدعوة القضائية اللي كلمني عنها النهاردة الأستاذ وحيد حامد ده ممكن يكون بداية لضبط عرض الدراما واحترام حق المشاهد